بسم الله الرحمن الرحيم معانا تكامل بيوت الان واحد زاد اكس على واحد زاد اكس تربيه في حالة قلنا ان واحد زاد اكس تربيه بناخد التعويض ان هو ايه ان الاكس هتسوي تان سيدة يبقى دي اكس تفاضل التان بسك تربيه سيدة دي سيدة طيب لما الاكس تسوي سفر التان ايه سيدة هتسوي سفر يعني تان صفر بصفر لما الاكس هتسوي واحد ان السيدة هتسوي كام بي على 4 يبقى التكامل هيتحول من صفر لي بي على 4 لين واحد زائد تان سيدة على واحد زائد مين تان تربيه سيدة في دي اكس اللي هي مين بسك تربيه سيدة نجي عندنا هنا واحد زائد تان اللي هي مين بسك تربيه سيدة يبقى التكامل من صفر لي بي على 4 لين واحد زائد تان سيدة دي سيدة عندنا قاعدة لازم نستخدمها هنا تكامل من صفر الا لف اكس دي اكس هيتحول تكامل من صفر الا لف اكس دي اكس دي القاعدة اللي احنا نستفاد منها بحل المسألة يعني معنى كده ان التكامل دون هيبقى من صفر لي بي على 4 لين واحد زائد تان يبقى من صفر لي بي على 4 لين واحد زائد افك التان يبقى من صفر لي بي على 4 لين واحد زائد تان سيدة تان بي على 4 وفوق يبقى تان بي على 4 مائس تان سيدة دي كله دي سيدة تان بي على 4 بكام يبقى من صفر لي بي على 4 لين واحد زائد واحد ناقس تان سيدة على كام واحد زائد تان سيدة من صفر لي بي على 4 لين واحد زائد تان سيدة على واحد زائد تان سيدة ناقص تان زائد واحد ناقص تان سيتا اصغر لي ان التان سيتا روح مع بعض يتبقى في البسط كام اتنين يبقى عندي تكامل من صفر لي باي على اربعة لين اتنين على كام واحد زائد تان سيتا دي سيتا يبقى تكامل يبقى من صفر لي باي على اربعة لين هستخدم خواست التكامل يبقى لين اتنين ناقص لين واحد زائد تان سيتا يبقى لين اتنين دي سيتا يبقى تكامل اللي هو الاسم اي مثلا هسميه من صفر لي باي على اربعة لين اتنين دي سيتا ناقص تكامل من صفر دون هو الاي يبقى يروح بالاتنين من اي هيساوي لين اتنين سيتا من باي على اربعة نصف هيساوي لين اتنين في باي على اربعة يبقى الاي هتساوي كام لين اتنين على باي على تمانية ودي هو الناتج النهائي طيب ممكن نشوف حل تاني بالمسألة او نحلها بطريقة تاني عندي تكامل من صفر الواحد لين واحد زائد اكس على واحد زائد اكس تربية دي اكس هاخد ان الاكس هتساوي كام واحد دي التعويض او تريك اللي انا اخدها ان هي واحد نقص واي على واحد زائد واي لما فاضل الدي اكس هتساوي المقام تربية نوى واحد زائد واي كل تربية المقام في مشتقة البست بنائس واحد نائس البست في مشتقة المقام يبه هتساوي عندي نائس واحد نائس واي نائس واحد زائد واي على واحد زائد واي كل تربية يبقى الدي اكس هتساوي نائس اثنين على واحد زائد واي كل تربية دي واي نائس واي ثم نائس واي نائس واي نائس واي يبقى اتنين واحد زائد اكس لما نقول واحد زائد اكس هتسوي واحد زائد واحد مقس واي هواحد المقام يبقى واحد زائد واي هنا واحد زائد واي هتسوي اتنين يبقى لن واحد زائد واي على واحد زائد اكس تربيع اللي هي واحد ناقص واي على واحد زائد واي لكل تربيع في الدي اكس اللي هي ناقص اتنين جهي ساوي تكامل لن اتنين على واحد زائد واي زائد واي زائد واي زائد واي اتنين على واحد زائد واي كل تربيع لما واحد المقام هنا على واحد زائد واي تدينا هنا واحد زائد اتنين واي زائد واي تربيع زائد واحد ناقص اتنين واي زائد واي تربيع وهنا ناقص اتنين على واحد زائد واي كل تربيع دي واي نختصر دي هنه هتروح مع واحد زائد واي وناقص اتنين واي ناقص اتنين واي بقى لتكامل لن فوق اتنين على واحد زائد واي في ناقص اتنين على اتنين زائد مين اتنين واي تربيع او ممكن ناخد الاثنين مشترك اختصر بقى اتنين مع الاثنين وبقى الف النهاية هيساوي تكامل لن اتنين في ناقص واحد على واحد زائد واي تربيع دي كله في مين في دي واي وهيساوي تكامل عند اللين استخدم خاص اللين يبقى لن اتنين ناقص لن واحد زائد واي في ناقص واحد على ناقص واحد على واحد زائد واي تربيع لن اتنين زائد تكامل لن واحد زائد واي حدود تكامل اسف حدود تكامل هنا العكس من واحد لصف مش من صفر الواحد من واحد لصفر هنا من واحد لصفر لما اتعكسها يبقى حدود تكامل هنا من واحد لصفر وموجب اللي هي لن اتنين على واحد زائد واي تربيع دي واي زائد ناقص تكامل من واحد لصفر اللي هو لن واحد زائد واي على واحد زائد واي تربيع دي واي دي هنا عندي هنا الاي وهنا نفس الحكاية الاي تكامل يبقى عندي اتنين اي هتساوي لن اتنين في تفاضل اللي هي واحد زائد واي التربيع اللي هي التان ماينس وان واي من واحد لصفر هيساوي لن اتنين تام نس وان واحد اللي هي باي على اربعة ماقص لن اتنين في صفر ده هيروح يبقى الاي هتساوي اللين اللي اتنين في كام باي على تمانية ودي نفس الحل اللي انا حصلت فيه فوق اتمنى تكونوا استفدتم معايا واشوفكم ان شاء الله في فيديو دي والسلام عليكم